السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حديدي في هذا الفيديو مخصصه فقط لأصحاب الآيفونات اللي بدون إزرار فعندك بداية كان أول آيفون بدون إزرار اللي هو الآيفون إكس أو ما يسمى الآيفون 10 وعندك الآيفون 10S وال10S ماكس وعندك الآيفون 10R وهذه السنة اللي نزلت اللي هي 11 وال11 برو وال11 برو ماكس لو أنت جديد على هذه الجوالات أو هذه الآيفونات اللي بدون إزرار صدقني هذا الشرح جداً بيفيدك لأنه فيه أشياء كثير جداً اختلفت معاك لو أنت كنت مستخدم الآيفون بإزرار أو ما كنت مستخدم أصلاً لأجهزة الآيفون عددات جداً بسيطة وسهلة وسريعة خليك معايا وبإذن الله بتستفيد طيب خلينا أول شيء نبدأ معاكم في اللي هو الدخول للتطبيقات أو التنقل بين التطبيقات والخروج منها طبعاً لو أنت فاتح أكثر من تطبيق كل اللي عليك تسويه مثلاً إنك كنت في هذا التطبيق تبت تنقل للتطبيق الآخر كل اللي عليك تسويه إنك تسحب من زاوية الشاشة بهذا الشكل وتقدر تتنقل بينهم بدون أي تعالى ولو أنت حابب تقفل التطبيقات كل اللي عليك بتسويه إنك بترفع على فوق وبالتالي بتسحب بهذا الشكل بالنسبة للوحة التحكم والإشعارات لو كان جوالك باللغة العربية من اليسار حيظهر معاك لوحة التحكم أما من اليمين لو سحبت حيظهر معاك شاشة الإشعارات وبعدها تقدر تتنقل مثلاً إلى الكاميرا أو تفتح اللي هو لوحة التحكم بالنسبة للنسبة البطارية ما حتظهر معاك بجانب اللي هو البطارية لازم إنك تسويها إنك تسحب من اليسار لو جوالك باللغة العربية عشان تظهر معاك نسبة البطارية أما إنها تظهر بالأعلى ما حتظهر معاك بالنسبة لتصوير الشاشة بما إنه ما في زر الهوم حتضغط زر إقفال اللي هو الزر اللي من اليمين زر اللي هو سيري مع زر اللي يرفع الصوت وتقدر تلتقط الشاشة بكل سهولة أما لإطفاء الجهاز كله عليك تسويه إنك الإزرار اللي باليمين مع إزرار اللي يرفع الصوت تستمر عليهم بالضغط إلما تطع لك هذه الشاشة أما في حالة الجهاز كم معلق معاك وما هو راضي يضفي أو مهنق أو معلق أبدا يعني ما هو راضي يضغط أي شيء فحتضطر إلى الإطفاء الإجباري طريقة جدا سهل وبسيطة ضغطة بسيطة على اللي يرفع الصوت ضغطة بسيطة على اللي وقت الصوت وبعدين ضغطة مطولة على إقفال اللي هو إزرار سيري بالتالي حتسحب من هنا وحيكفل غصبا عنه أيضا هذه الأجهزة لو جاك اتصال حتتلاحظ أول ما تمسك الجوال إنه حتتوطى نغمة اللي هو الرنين مع إنك رافعها أكثر شيء هذه حتدخل عليها من الإعدادات بعدها تتوجه إلى اللي هو إعدادات الفيس اي دي ورمز الدخول بعدها حتنزل إلى خيار اللي هو الميزات المتتبعة للانتباه تقفل هذا الخيار لو أنت من تحابب هذه الميزة وكده لو جاك أي اتصال ما حيتوطى صوته أبدا هذه الميزة فايدتها إنك انتبهت للجوال فبالتالي بيرخي لك نغمة الرنين الواردة لو دخلت عندك الابستور وحابب تحمل لعبة أو تطبيق ودغط مثلا على تنزيل حتلاحظ إنه بيجيب لك شاشة هذه الشاشة فإنت ما أنت عارف مثلا فين تضغط كل عليك تسويه إنك تضغط هذا الإزرار مرتين وبيتعرف على بصمة الوجه وبيبدأ معاك بالتحميل آخر شيء هذه الجوالات تقدر تستخدمها بيد وحدة كيف يعني لأنها مثلا الشاشة كبيرة كل عليك تسويه إنك تضغط على الإعدادات بعدها بتتوجه إلى تسهيلات الاستخدام بعدها بتدخل على خيار اللمس بعدها بتضغط على أو بتفتح خيار تسهيل الوصول بالتالي لو جيت على أسفل الشاشة أو سحك بهذا الشكل هتقدر تستخدم الجوال بيد وحدة لأنه بيخلي لك مثلا الشاشة بالنص يعني كإنه جوال صغير معاك ولو بتخرج منها طبعا أكيد هتكون بنفس الشكل بهذا الشكل لو أنت تستخدم أي آيفون جديد يعني استخدامك للآيفون أول مرة سواء هذا الآيفون أو أي آيفون آخر مباشرة هو هيفتح لك خيار اللي هو الآي كلاود بالنسبة للصور بالتالي لو عندك صور جدا كثير فدائما هتطلع لك رسالة امتلاء ذاكرة التخزين وحتضطر وقتها إنك مثلا تشترك بمساحة الآي كلاود عندك لو أنت حابب ترفع الصور على الآي كلاود أول ما تشغل جهازك مباشرة روح وقف هذا الخيار أيضا لو أنت مشتري آيفون جديد ما هيكون بكامل قوة الكاميرا فلازم أنت تسويها بشكل يدوي كل عليك تسوي أنك تتوجه إلى العدادات بعدين بتروح إلى الكاميرا وتدخل مثلا على تسجيل الفيديو حتحصره حاطط لك اللي هو 1080 عشان ما يأخذ مساحة كبيرة من جهازك ولكن أنت لازم تسويها مثلا 4K 60 إطار في الثاني عشان تستمتع بأجمل فيديو ممكن تصوره على هذا الجهاز بكامل إمكانياتك طيب إن شاء الله أكون أفتح كلوبة معلومة بسيطة يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من الإعجاب على الفيديو وأيضا الاشتراك بالقناة لو أنت منت مشتريكي شرفني اشتراكك وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر